السلام عليكم ورحمة الله ومحبا بكم إخوان والأخوات سكان أيتباهة محبا بكم جميعا اليوم أريد أن أضر لكم على التجزئة الجديدة الموحدية لحياة القصبة بمدينة أيتباهة التجزئة التي ترى هي موجهة بالماء والكهرباء وكذلك تتواجب منطقة طبيعية زوينة عند الطريقة تؤدي للطريقة الرئيسية التي كتبت بلبيقرا وإمام القرن وقريبة للسوق قريبة للشاريع بوجدور بحياة القصبة التجزئة هذه موجهة بالطرطوار ديالا وقودرون والدشرة يمشي خدر القصة ديالا ويبني دارو موقع طبيعي جميل بالنسبة لي أعجبني الموقع ديالا بحكم أنه أقريبا حيث كان قريبا لا يوجد شيئا لا يوجد شيئا لا يوجد شيئا ومنها لطبيعة كما ترى أشجار ويبذل ويجبني اشترى كذلك التجزئة مزوغة مدينة 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 وحرائق وهذه جزئة إن شاء الله لديها مستقبل ونشجع الناس للملات من تصدع المدن القبرى أو عندهم تقاعدهم وباقي نرحت البال وباقي نقيم طبيعة يجيوا الأيتباهة يشريوا ويبني وضارهم فهي مدينة جميلة جدا نقية نظيفة لا يوجد إجرام وصالحة للناس يعني يبغى تلقى على المتعش فرحة البال والحمد لله المدينة رفعة كولش جميع المرافع وتباجدة من مدينة إن شاء الله هي في تقدم يوم ورا يوم شكرا جزيلا لكم شكرا جزيلا أنا جزيلا لكم شكرا جزيلا تطوية شكرا جزيلا شكرا جزيلا ترجمة نانسي قنقر